موسيقى 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 والله اسلم ايديك اعجاد اسلم ايديك اللي ما عنده شادي يشتري شادي ورشد ملح موسيقى موسيقى احبائي صباح الخير و اهلا وسهلا فيكم للتالت فقرة اليوم مع الشيف شادي معنا 8 دقايق حلوين كمان اللي عم اتبعنا كمان من الصبح عملنا كذا وصفة و عملنا كذا شغلة و من حوالى كمان شي عشر دقايق عملنا خلطة التونة او كفتة التون من بعد ما عملتن و من بعد ما عملتن بانيه هلا بدي ارجع احكي عننن حمينا الزيت حطيتن انا بالفريزر شي حوالى عشر دقايق ربع ساعة من بعد ما حطيتن بالفريزر هلا دغري وين على الزيت واحدة هنبلش فيون طلعوا كيف عم نقليون لا بلاشتقليون لان عندي الزيت انا حامي سو منخلص مننن و مننتقل للحشوة شرحت عنا قبل بشوية وبعد شوية صغيري كمان رح تكتبوا الوسط قدامكن كل 400 جرام من التونة من علبة التون بدن حوالى ارصين من البطاطا المسلؤين بيضة واحدة من البصل المفروم بقدونس مفروم وتوم مفروم ملح فلفل كمون هاو دي بقلب الخلطة عجلنا العجينة صار عنا العجينة بتعقد بتجنن وهيدي هي العجينة موجودة هون العجينة موجودة هون شو منعمل فينا نحطها بالبراد ونطلعها بعد ساعة بيكون افضل بتكون بردة شوية صغيرة هيك منصنع منا الكفتة طبعولنا ممكن نعملها دوائر ممكن نعملهم كريات وممكن كمان نعمل الكفتة اصابع وانا هلأ بدنا نعمل كم اصبع خلونا قبل ناخد حذرنا نحنا من الزيت اللي عم نقلي فيهون واو بيعقدوا تطلعوا شو حلوين بجان انه وليما نحطهم كمان بالفريزر شوية صغيرة مشان يكمشوا اكتر اوكي وهيك كمان طريقة سهلة انه فيكم تحضروا الاشياء قبل بوقت معي على العجينة لكن توم بطاطا بصل توم بقدونس اطحين البيضة بقلبها طلعوا كيف فينا نعمل كمان نزغرها ونعملها متل ما بدنا طلعوا ها نجي نعملها للكفتة اذا بدكن اصبع طلعوا كيف ها نروع على الطحين من بعد الطحين على البيض بييد واحدة على البيض بها الطريقة وبعدين منروع على الخبز المطحون ومنجي منحطها على جنب هلا بتشوفوا كمان كيف منعملها شكلها الجميل برجع بعيد بسرعة حتى كمان هيكي اللي ما حفظها او اللي ما كتبها يرجع يكتبها البطاطا بدون يكونوا مسلوقين باردين بصل مفروم توم مفروم وعنا من البقدونس المفروم كلهم منخلطوا مع بعضهم بدنا نفتفت كمان التونة لاني 400 جرام مصبوط ومنخلطوا مع بيضة وحدة ملح وكمان بهار وعنا من الكمون بقلبهم خلينا نشوف هون ومنرجع منروح لهونيك يلا يا شف شادي بسرعة واو بلا شو كمان تلعوا جميلين انا تطلعوا شو حلوين فيكم تكبرون وفيكم تزغرون ادمبتكم انا هون كمان حطيت من البقدونس مشان كمان نشوف اذا كان الزيت حامي واو طلعوا شو حلوين هالاصابع رح نرجع بعدين نشيل الاثنان البقيين ورح نقلي اللي عملناها كمان هلا طلعوا شو حلوين رح ارجع لكم بعد شوي يلا يا شف شادي هون ناخد عنا هال بالات فرنساز نجي لهون هيك طلعوا كيف نحن على هالكفتة اللي عنات طلعوا ها منضربها بهالطريقة منعطيها الشكل اللي بدنا ايه قد ما بدنا بنعمله فينا كمان نعمله هيك طلعوا كيف طريقة حلوة وهلا هون صار جاهزة عندي مشان نقليها ويلا يا شف شادي على الزيت ولا اهيا من هيك فيكم تحضرون باعتقدوا ولادنا كلهم بيحبوا الطون بيحبوا البطاطا المواد الموجودة بقلب هالخلطة كل العالم بيحبوا وكمان فيكم تنوعوا بالطعمة يعني من البقدونس للكيزبرا لنعنى على الحبق محل البصل بصل اخضر محل التوم روح زنجبيل اوكي يعني هالقصص كلها سوا ندخل جبنة مصرلة مقطعة بقلبة ايمونتالة مقطعة بقلبة هافارتي مقطعة بقلبة وبعدين نعملها ببانام نقلية وفينا كمان نشويون يلا نقدم انا بقي عندي هون كمان شوية صغيرة من الخلطة بعدين رح نعمل عرايس كفتة الطونة رح تشوفون بعد شوية بسرعة يا شف شادي شوية صغيرة من البقدونة كمان نزين الصحن رح ناخد هيك كمان رح ناخد كم قرص من البنادورة هون البقدون سيت حلوين بقلبة الطبق فهذه الطريقة وكونوا كمان الطون بيلبق له الحامض رح ناخد كم شرحة من الحامض ونحط لهم يا هون دير مدار بشكل انو عم نزين كمان الطبق وناخد كمان من البنادورة كمان البنادورة طيبة كتير مع الطونة واحدة اثنين وهون ثلاثة اربعة كمان بها الطريقة سريعة ويلا على الطون المقلي او اصابع الطونة تطلعوا شو حلوين واو انا مرة عملتن كان عنا هيك اشخاص كنت عزمون على العشا ما تتصوروا امبسطوا بكفتة الطونة يعني شغلة كمان جديدة طيبة ومش مكلفة يعني مما كان اليوم في يشتري طون وبطاطا وبصل يعني شغلة كمان جميلة تنشوف هل حب اللي حطيناها واللي عملناها نحنا لوحدة يا سلام يا شاف شاي تطلعوا شو حلوي اععى فكرة بياخدوا وقت قليل بالقلي ليش؟ ما كل الاشياء اللي بقلبها هني مستويين يعني ما في اشياء بقلبها نية مطون عادي بطاطا مسلوء البصل كذا يعني ما فيها لحمة نية بقلبها تنحنا نزغرها كمان وتاخد وقت اكتر يلا يا شاف شادي هون وبها الطريقة الجميلة عنا كفتة الطونة يا سلام اوكي اول ما بلشنا اليوم عملنا الفلافلة الحلوة المحشية لبنة رح نرجع نحكي عنا على الساعة 12 و 24 من الجديد كيف عملناها هايدي كمان قصيناها وفي مننا كمان هون حدة جينا نحنا بعدنا كمان شكل جميل ومزينين طلعوا شو حلوين مزينين باكليل الجبل على الساعة 12 و 24 رح نعمل عرايس كفتة الطونة ورح نعمل وصفة كتير حلوة بتعقد هي شاورمة ورح تكتبوا كمان قدامكن بهارات شاورمة السمك انا قريدي عملتون انتو رح تكتبون قدامكن تنعملون سوا انا عندي فلاي السمك هالفلاي السمك جاهزة رح بلش الطعب كمان شرق احنا هاخد هيك شقفة منها جميلة هون في كمان عندي بعدنون سلح قطعها هاخد شقفة منها وقطعها كمان جوانح بعقده هايدي فلاي السمك هي فلاي اللقوز فينا نختار اي نوع من فلاي السمك اللي بدنا حتى فينا نشتري الفروزن ونحطهم بقلب البرات قبل كمان بليلي وبس هيك يروح منهم المي منقطعهم منصفيهم ومنستعملهم لهيد الوصفة لكن بس ترجعوا لعندي تحضير كمان شورمة السمك رح نرجع نعيد وصفة اللبنة او وصفة البلافنة الحلوة المحشية لبنة ورح نرجع نحكي عن كفة التونة كيف بدنا كمان نقليها او قليناها يعني انه شغلي كمان هينة وكيف فينا الحطة بقلب العرايس مع الجبنة على وجه بقلب الفرنة انا مع تعنيف كل الرجال اللي بيربوا اللي بيربوا شعرهم قصدي انت لا بيربوا شوية ربهم يا ربي عن جد الوقت انا مع التعنيف كثير يعني والضربة على الراس ببيوتكم بتحسوا نفس الاحساس هاي الطوشة يعني انا بخلص عالم صباح على الوحدة بروح على البات لان الوحدة بالليل بعض الصوت بدأ انت برابو كمان المشاهدين بتعارف مشانك بحبوني كتير بضل معهم كل نهار 24-24 اشتغل شوية عمول فوكاليز عمول شي عمول لاش بدي اعمل بريك وبنرجع مع مارينا فرق العالمي